ألم بكم زميلي إمكانية اللجوء للإستدانة الخارجية في ظل الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الوطني بعد تراجع أسعار النفط حل لم تعتبر السلطة بعواقبه بعد أن جربت أزمة 1986 التي هزت الجزائر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا نعود بالزمن إلى الوراء لنقف على أسباب الأزمة التي مرت عنها 29 سنة حيث بدأت ملامح والأزمة سنة 1986 بتراجع سعر النفط وتقلبات سعر صرف الدولار وتراجع إرادات الصادرات بالنسبة لأربعين في المئة هذه المعطيات دفعت حكومة عبد الحميد إبراهيمي إلى تقليص الوردات التي وصلت سنة 1986 إلى 9.213 مليار دولار مقابل 7.820 مليار دولار واردة وعجز في ميزان التجارة بـ 1.393 مليار دولار الحكومة بشرت في تلك الفترة سياسات تقشفية وترشيدا للنفقات وغبطا للواردات سمحت في مرحلة أولى برفع الميزاني التجاري برفع الميزاني التجاري سنة 87 إلى 1.177 مليار دولار لكن استمرار استمرار أقول الوضع أدى بالبلاد إلى الأزمة رغم أن القطاع التجاري بقي في مستوى مرتفع حيث بلغت الصادرات عام 88 حوالي 8.10 مليار دولار مقابل واردات بـ 7.3 مليار دولار لكن بالمقابل سجلت مديونية البلاد زيادة معتبرة حيث انتقلت من 18.5 مليار دولار إلى 28.6 مليار دولار عام 89 وهو ما دفع الجزائر خلال التسعينات لألجوء إلى صندوق النقد الدولي واعتماد ثلاث برامج استقرار وتصحيح هيكلي الأول كان سنة تسعة وثمانين وما يعرض بستاند باي والثاني سنة واحد وتسعين والثالث سنة أربع وتسعين مع برنامج إعادة جدولة الديون الخارجية والتي تسببت بعدها في اعتماد إجراءات قاسية منها تخفيض قيمة الدينار الذي فقد أكثر من أربعين في المئة من قيمته وتأكل القدرة الشرائية فضلا عن برامج تسريح العمال والتي شملت أكثر من ستمائة ألف عامل وغلق مؤسسات أو خوصصة بعضين منها مساهمة في تراجع النسيج الصناعي الذي لم يعد يمثل سوى خمسة في المئة من النتيج وهو ما يخيف الجزائريين الأزمة الجديدة تأتي بمؤشرات مماثلة فالنسيج الصناعي يبقى متواضعا والصناع لا تمثل سوى خمسة في المئة من الناتج المحلية الخام كما أن المحروقات تمثل ستة وتسعين في المئة من الصادرات وستين في المئة من الجباية كما أن مخزون الجزائر من العملة الصعبة تراجع من مئة وخمسة وتسعين مليار دولار نهاية ألفين وثلاثة عشر إلى أقل من مئة واثنين وخمسين مليار دولار نهاية سنة ألفين وخمسة عشر فكيف ستتعامل الحكومة مع هذه المعطيات وهل ستلجأ إلى الاستدانة ومن سيقدم لها القروض وما هي الضمانات التي ستكون بي المقابل إليكم زميلي ترجمة نانسي قنقر